وفي السياق أكد القبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أن معرض البحرين الدولي للطيران يسهم في جذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات شراكات اقتصادية مع عدد من الشركات المعنية بقطاع الطيران وأوضح العلوي أن من أبرز هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية شراكة بين طيران الخليج وطيران الإمارات وهي أحد ثمار هذا المعرض الهام الذي يتوج اليوم عقدة من التميز والنجاح على أرض مملكة البحرين المعرض الجوي يسهل لنا عمليات الاجتماعات لأن كل الشركات الدولية والعالمية تكون متواجدة تحت ثقف واحد وهي طبعا نحن طيران الخليج بقعنا أمس معاهدة تفاهم وتعاون الكودشير مع الإماراتية هي معاهدة مهمة بالنسبة لنا لأننا نكبر شبكتنا وتعاوننا معهم فهذا كان يمكن حدث طيب لنحن كطيران الخليج ولمملكة البحرين التعاون بيننا وبين دبي والإماراتية قمنا بعد توقيع معاهدات أخرى مثلا صيانة المحركات تونا مواقعين معاهدة مع باك أو معاهدة التفاهم لبناء حضائر للصيانة وأهل الموجر فعندنا أشياء كثيرة تنفي أو صفقات كثيرة ومعاهدات كثيرة تصير في المعرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر